بعد السماح الدولة لاستراض السيارات المستعملة الأقل من ثلاثة سنوات درنا لكم هذا الفيديو باه نوريكم شعال تستقام داسيا صنديرو ستيب واي مستعملة أقل من ثلاثة سنوات كي تهبطها من فرنسا بعد بحث طويل لقينها داسيا صنديرو ستيب واي سنة 2020 ماشية 1800 كيلومتر يعني السيارة جديدة السعر التاحة حوالي 11900 يورو تي تي سي وكي تبغي تهبطها للبلاد ينقصوك 19% وتقدر تلقى أقل منها في السعر على سبيل المثال تكون ماشية 40 أو 50 ألف سعر التاحة كيتها بالحوالي 6000 أورو إذا حبيتوا نوريكم كيف تبحث عن سيارة مستعملة في فرنسا بأقل سعر كتبونا في كومنتر ونوريكم حتى كيف هتدير بها تدخل إلى مواقع تبايع بالمازاد أون لين بها تشري السيارة بأقل سعر ونحن في الخدمة المجانية إن شاء الله أدرك أن نوليغ لداصيا صنديرو التاعنا قلنا السعر التاحة حوالي 9600 يورو ملاحظة رسوم الجمهوركية يحسب على سعر اليورو في البنك مشيف سوق سكوار يعني 9600 يورو هي 135 مليون سنتين يعني 135 مليون سنتين هو المبلغ اللي نحسب عليه الرسوم الرسوم الجمهوركية بالتقريب 30% اللي هي 40 مليون سنتين والرسم على القيمة المضافة 19% اللي هي 33 مليون سنتين زائد ضريبة التضامن 2% تعطينا 4 مليون سنتين يعني سعر الجمهوركة هو 77 مليون سنتين أدرك أن نوليغ للمرسوم اللي يدرتها الدولة واش يقول يقول تخفيض 80 أو 50 أو 20% من مجموعة الرسوم على استرادة السيارات المستعملة وداصيا صنديرو اللي جبناها اليوم تعمل بالبنزين يعني عندنا تخفيض بـ 50% من مجموعة الرسوم المستحقة إذن 77 مليون سنتين نخلصه من نهات 38 مليون سنتين يعني سعر الأخير لسيارة داصيا صنديرو ستيب واي 9600 يورو زائد 38 تعطينا 240 مليون سنتين وإذا مشينا بارازار لواد كنيس نلقاو داصيا صنديرو سنت 2017 ماشي 80 ألف دايلة 275 مليون سنتين سلام